وفي السياق طالب رئيس الوزراء البريطاني كاريس تارمر الرئيس الإيراني بالامتناع عن مهاجمة إسرائيل مضيفا أن الحرب ليست في مصلحة أحد من جانبه أصدر البيت الأبيض بيانا مشتركا مع بريطانيا ودول أوروبية أخرى دعا فيه إيرانا إلى التراجع عن تهديداتها لإسرائيل البيان المشترك أعرب كذلك عن استعداد كل من واشنطن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا للدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات الإسرائيلية البيان شدد على دعم هذه الدول الكامل للجهود الجارية لتهديئة التوتر والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النعر وإطلاق صراح الرهائين في غزة كما أعيد البيان المشترك دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري وأمير دولة قطر لتيديد المحادثات الخميس المقبل بهدف إبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر